السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله النهاردة هنبدأ نحل أسئلة الدرس الرابع في التقاصر من كتاب الامتحان وهو التقاصر في الإنسان أحب أن أجدد تفكير لكم بأن لا تقلقوا كل الرسومات الموجودة في باب التقاصر أنا لا أحلها دلوقتي ولكن كلها هجمعها في فيديو واحد وهينزل على القناة إن شاء الله قريب فيديو كامل سيبقى فيه كل الرسومات بتاعة دورة التمسي بكل أنواع الرسومات الموجودة نبدأ أول حاجة على بركة الله أول حاجة يقول لك كيس يحيد بالخصيتين يبقى كيس الصفن قناة ملتفة على تتعرف أن هي البربخ أمبوبة تكون بنقل الحيوانات المنوية يبقى الوعاء الناقل غدة تكون بإفراء السائل القلوي فيه سكر فاركتوز دي اللي هي الحوصلة المنوية وطبعا بطاقة أعلى البرستاتة عضو تمر في قناة مجرى البول أو يتكامل نسيق اسفنجي يبقى هذا القضيب خلايا مبطنة للأنيببات المنوية الخلايا اللي بتبطن للأنيببات المنوية دي الخلايا الجرسمية الأمية خلايا تفر السائل يعمل على تغذية الحيوانات المنوية داخل الخصية أو لها دور مناعي ديسلتولي المرحلة الوحيدة التي يحصل بها انقسام ميتوزي في عملية تكوين الحيوانات المنوية وأيضا في حكاية عملية برضو تكوين البوايضات هي مرحلة التضاعف بعد كده عندنا يجي يقولك مرحلة يحدث بها اختزال اللي بيحصل فيها اختزال سواء كان في البوايضات أو أو الحيوانات المنوية فدي اللي هي مرحلة النطج طيب مرحلة تتحول فيها الطلاع المنوية إلى حيوانات منوية دي مرحلة التشكل النهائي بعد كده على طول عندنا يجي يقولك خلايا احدية المجموعة الصبغية تمام كده تتحول مباشرة إلى حيوانات منوية طبعا دي الطلاع المنوية جزء في رأس الحيوان يحتوي على انزيمات وسهل عملية اختراق طبعا ده الجزء اللي هو اسمه الجسم القمي انزيم يعمل على ازابة جزء من غلاف البيضة اسمه الهيالويورونيز بعد كده اه او طبعا انزيم يفزه الحيوان المنوي هو ما فيه غيره الهيالويورونيز اما اللي بيحيد بالبيضة اسمه الهيالويورونيك كده 14 جزء في الحيوان المنوي يحتوي على سنتر يولان ده العنق تركيب بيضاوي طالما قالك تركيب تركيب بيضاء والشكل يكون بإنتاج بويضات يبقى ها المبيض طيب قالك قناتان تفتح كل منهما تمام كده بواسط القمع طالما قال قمع دي يبقى دي قناتاي فالوب قالك قناعة عضلية اعرف على طوله بيكلمك على المهبل اللي هو ايه حوالي 7 سنتي ده للتأكد يعني الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي للخلايا الجروسومية الأمية خلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي للخلايا الجروسومية الأمية في مبيض المرأة طبعا الخلايا دي اسمها أمهات البيض أما لو ألف الحيوان المنوي تبقى أمهات المني وحمد يعمل على تماسه جراف البيضة قلناه اللي هو الهيالويرونيك الفترة التي ينشط فيها المبيض خلاص دي اللي هي دورة التزاوج تحرر البويضة من حوالي سلة جراف دي بقول عليها عملية التبويض تركيب يتكون من بقايا حوالي سلة جراف دي الجسم الأصفر الهرمون اللي بيزيد إفرازه بعد التبويض ده هرمون طبعا البروجسترون بعد كده إحدى مراحل دورة التمس تتميز بزيادة إفراز هرمون الاستروجين الفترة اللي بتتميز بإفراز هرمون الاستروجين دي اللي هي بقول عليها مرحلة نطج البويضة تمام كده ليه لأن أثناء نطج البويضة بيبدأ حوالي سلة جراف بتكون بتفرز الاستروجين عشان تزاوج إنماء بطنت الرحم إحدى مراحل دورة التمس وبتتميز بزيادة إفراز هرمون البروجسترون دي مرحلة إيه؟ التبويض لأن فيها بيتكون الجسم الأصفر إحدى مراحل دورة التمس يضمر فيها الجسم الأصفر دي طبعا التمس خد بالك هنا هو بقلك مراحل دورة التمس يقصد بها دورة التزاوج طيب بعد كده اختر توجد البويضات الشحيحة شحيحة المح المح ده اللي هو الغذاء اللي موجود في البويضة بتوجد طبعا في السديات أكبر البويضات حجما هي بويضات أنسة طبعا بويضات أنسة العصفور ليه لأن دول بيفضل الجنين جواهم أما العصفورة لا ده بتبقى بيضة فبيحتاج لكمية غذاء كبيرة يزداد حجم الخلايا دايما بيزداد حجم الخلايا في مرحلة النمو سواء كانت اللي يبتعت الحيوانات المنوية أو البويضات التغير في الحجم برضو في النمو طالما تغير في الحجم يبقى برضو نمو عدد الحيوانات المنوية النتجة من 10 انقسامات لأمهات المنية ومهات المنية الواحدة بتطلع 4 فيبقى 4 في 10 باربعين يتم اختزال الصبغيات عند تكوين الحيوانات المنوية في مرحلة اختزال الصبغيات دوك بيتم في مرحلة النتج ويحدث الانقسام الميوز الأول أثناء التكوين برضو في النتج أثناء التكوين الحيوانات المنوية يحدث الانقسام الميوز الأول عند تكوين الحيوانات المنوية فيه أمهات المنية الخلايا المنوية طبعا بيحصل للخلايا المنوية الأولية هي اللي بتنقسم ميوز عشان تديني سنوية تمام كده وبعد كده الميوز الثاني عشان تديني طلاقع عدد الأمشاك الزكريا التي تنتج من 10 خلايا منوية أولية برضو نفس كلام الخلايا المنوية دي بتديني كلام برضو أربعة كل ما يلي خلايا سنائية المجموعة الصبغية عادة خلايا سنائية معدد طلاقع المنوية دي بتبقى نون جميع العمليات التالية من وظائف الجهاز التنيسولي في الانسة معده انتاج امشاك بويضات لا افرز الهرمون FSH ده بيتفرز من القدة النخامية ينضج في مبيض المرأة خلال سنوات القصوبة 400 بقيه بويضة جميع المناسل التالية تنتج امشاكها بالانقسام الميتوزي ما عادة بالانقسام الميتوزي ما عادة طبعا زكر النحل ده بينتج عادي بالميتوزي لانه هو نون الانسري ده والارشجونه نفس الكلام لكن مبيض الانسة يتنتج فيه بالانقسام الميوزي لان هي زي ما احنا مشوفنا عن طريق الانقسام الميوزي بيبدأ ينضج عندي طبعا للانقسام الميوزي للخلايا المنوية الثانوية ومن قبلها الخلايا اصدى مش المنوية الخلايا قبلها اللي هي البيضية الاولية الخلايا البيضية الاولية بتنقسم ميوزي عشان تديني خلايا بيضية ثانوية والبيضية الثانوية بتنقسم بيتوزي عشان تديني البيضة بس اخد بالك الانقسام الميوز الثاني اللي هو للخلايا الثانوية بيحدث لحظة دخول الحيوان المنوي تمام كده يعني البيضة بتتكون بعد الاخصاب بعد كده يجي يقولك جميع الخلايا تلاقوا حادية المجمع الصبغية ما عدا ما عدا طبعا امهات الامهات دايما سواء منية او بيض اي اتنين نون تتكون نقط بالانقسام الميوزي ثم الميتوزي للخلايا الجرسمية الامية بانقسام ميوزي ثم ميتوزي دي طبعا البويضات اللي هي بتبقى في النبات هي اللي بحصل路 هونك سم ميوزي ثم ميتوزي تمام كده اللي هي الخلايا الجرسمية بعد كده على طول عندنا الزيادة في عدد الخلايا وسبات عدد صغياتها عند تكوين بويضات انسة انساء الانسان في مرحلة اللي بيبقى فيها سبات في اللي assistant واب بتص скоро ذي كان بيهزة زيادة في عدد الخلايا وسبات عند صغياتها دي طبعا مرحلة التضاعف هي اللي بيحصل فيها مقسام ميتوزن اللي هو بعض اطبع منها نسخة ولكن بتبقى هي هي مرحلتان من مراحل تكوين البيضة في أنس الإنسان تحدثان في المراحل الجنينية الجنينية يقصد أثناء مكانة البنت لسه جنين طبعا المرحلتين دول هم التضاعف والنمو الخليل البيضية الأولية في أنس الإنسان البيضية الأولية في أنس الإنسان بتتكون إمتى البيضية الأولية أثناء التكوين الجنيني لأن إحنا قلنا التضاعف والنمو والنمو دا اللي هو بيحصل في مين اللي بيتكون فيه اللي هي البيضية الأولية يحدث من القسام الميوز الثاني للخليل البيضية الثانوية بعد دخول الحيوان المنوي لحظة آه هي لحظة دخول للحيوان المنوي لأنه مش بعد ما يدخل وهو لما بيبدأ يدخل رأس الحيوان المنوي يبدأ يحصليه الانقسام ده تتكون الأجسام القطبية أثناء الانقسام الميوزي في مرحلة الأجسام القطبية أثناء الانقسام الميوزي في إنه مرحلة أثناء الانقسام الميوزي في مرحلة النطج المرحلة التي ينتهي فيها الانقسام الميوزي في مراحل تكويني البويضة لأنس الإنسان بينتهي فيها. طبعا دي ايك مرحلة الاخصاب. تمام كده? ليه? لان مرحلة الميوزي ما بيكونش اصلا موجود خلاص لما حصل اخصاب خلاص ما حصلش ميوزي. عدد الامشاج الانسوية اللي بتنتج من خمسة خلايا بيضية اولية هي خمسة. ليه? لان الواحدة بتطلع واحدة بس. البيضية الاولية بتطلع بويضة واحدة. مبتدئا باربع خلايا من امهات البيض. في مبيض قطة. فانه بعد نهاية الانقسامات ينتج. بيقولك انا هنا ابتديت بايه? خلايا من امهات البيض. تمام كده في مبيض قطة. تمام? اربع خلايا. يبقى هيطلع لكم? اربع بويضات. تمام كده? والاربع بويضات دول هيطلع معهم كام? اتناشر جسم قطبي. ليه? لان انا كل واحدة فيهم كل واحدة من الاربعة امهات البيض دي هتطلع لبويضة وتلاتة اجسام قطبي. تمام كده? يبقى خلاص البويضات اربعة وتلاتة في تلاتة فاربعة باتناشر جسم قطبي. تحتوي بويضة اه اه انس الانسان على? اه طبعا الهيالويورينيك. تبلغ مدة دورة التزاوك في القطة ستة شهور وكذلك الكلاب. يحدث التبويض في انس الانسان تقريبا كل تمانية وعشرين يوم. التبويض يحدث اه? يحدث كل تمانية وعشرين يوم. خد بالك التبويض كل تمانية وعشرين يوم. لكن امتى البويضة يحصل او امتى يخرج التبويض في اليوم لاربعتاشر من دورة الايه? الطمس. تمام كده? طيب عدد البويضات الناضجة طبعا اه اول يوم العاشر من نهاية الطمس. عدد البويضات الناضجة التي ينتجها كل مبيض في امرأة غير حامل كل سنة. عدد البويضات الناضجة اللي بينتجها لكل مبيض في امرأة غير حامل كل سنة في الحالات الطبيعية. بين نفس عدد الشهور. تمام كده? ثواني. عدد البويضات? لا سواني هنا في لعبة. ليه? النضيجة اللي بنتوجها كل مبيض. يعني هنا عايز يقول لك كل مبيض لوحده بينتكامش وبيقول لك المرأة كلها بتونتكام. لا ده هنا كل مبيض. كل مبيض هيطلع عن نص. تمام كده? هما المشروض مش اتناشر شهر. هيطلع فيهم اتناشر بويضة. كل مبيض هيطلع عن نص. فتبقى ستة. يتحرر من المبيض الواحد بويضة. كل. كل قد ايه? ها من المبيض الواحد خد بالك. من المبيض الواحد. ها وصلت من المبيض الواحد ان احنا هو بيعمل كل مبيض فيهم بيطلع بويضة كل ايه? كل شهر بالتبادل. تمام كده? يبقى لو مبيض طلع على الشهر ده. تمام كده? هتطلع بعد 28 يوم. تمام كده? طيب بعد كده مين اللي هتطلع على الشهر اللي بعده. المبيض التاني. صح? ده 28 يوم. يبقى 28 يوم و28 يوم عشان هو يبدأ يشتغل يبقى 56 يوم. اعلى مستوى تركيز الهرمون الف اس اتش يكون في اليوم. اعلى مستوى تركيز الهرمون الف اس اتش يكون في اليوم طبعا الخامس. ليه? لان هو بينبه تكوين ايه? حوالي صلة جراف. فمن اليوم الخامس من بداية الطمس. ليه? لان عند اليوم الخامس بيبدأ خلاص يكون الدورة بتاعت الطمس انتهت ويبدأ الف اس اتش. يفرز هرمون الف اس اتش وهرمون ال 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 اتش من هرمون الف اس اتش وهرمون ال 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 اتش. ال اتنين بيفرزه. يفرز هرمون الف اتش اه طبعا من الغدة النخامية. خلال دورة الطمس وبيصل الهرمون ال 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 اتش الاعلى مستوى له في الدم في اليوم الكام يصل الهرمون ال 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 اتش ده في اليوم الاربعتاشر من بدء الطمس. تمام كده? ليه? لان هو اللي بيساعد على تحرير تحرير ايه? البويضة. وتكوين الجسم الاصفر من بقايح واصلة جراف. طيب ده كده اهوك. بعد كده عندنا اتنين وتلاتين من وظائف هرمون ال 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 اتش. دمور الجسم الاصفر اهو الطبويد. لان انا كنت لسه بحكي لك عليها او. عند المرأة البالقة تستخرج دورة الطمس 28 يوم يحدث طبويد في اليوم الرابع عشر من مين? الرابع عشر من بدء دورة الطمس. او العاشر من انتهاء دورة الطمس. تستمر مرحلة الطبويد في دورة الطمس لانس الانسان حوالي. مرحلة الطبويد دي بتستمر قد ايه? مرحلة الطبويد ديك يا سيدي بتقعد اربعة عشر يوم. مش هي تمانية وعشرين يوم كلها الدورة. تمام كده? في اليوم لاربعة عشر بيحصل الطبويد. تمام كده? اللي هو بداية الطبويد. وبيفضل لحد ما يبدأ يحصل دورة الطمس تاني يبقى اربعة عشر يوم. اللي هو نص المدة. يعني نص المدة بتبقى طبويد. تمام كده? ومن ثلاثة لخمسة ايام اللي هما الطمس. والباقي دول اللي هما تقريبا حوالي خمسة ايام بقى الفضلين. بيكونوا عبارة عن مرحلة اللي بيكون فيها اعداد للطبويد. تمام كده? ده اللي هو بيحصل. بعد كده عندنا مين تاني? بعد كده عندنا يقول لك ادنى مستوى الهرمونات المبيض. ايه هي ادنى مستوى الهرمونات المبيض? تكون في المرحلة. ادنى مستوى الهرمونات المبيض? دي طبعا اكيد معروفة هتبقى في مرحلة الطمس. لان فيها بيتهدم ايه? بطانة الرحم. هرمونات نقص افراز يؤدي. هرمون نقص افرازه يؤدي الى حدوث الطمس هو طبعا معروف اه البروجسترون. البروجسترون ده هو اللي بيعمل الطمس يعني ولذلك اه لو غاب المبيض لو غاب المبيض اللي انتج البويضة يعني لو احنا مثلا واحدة حامل تمام كده? المبيض مثلا ان هو نحية اليمين ده هو اللي طلع البويضة. فبجيبقى في بقية حوة يصير الجرافة بيتكون في الجسم الاسفر. فلو قطعنا المبيض ده اللي هو اليمين قبل قبل ما اه قبل ما تتكون المشيمان مثلا في الشهر الاول او التاني هيقدر لحدوث اجهاد على طول. ايه? لان اه البروجسترون هو اللي بيزاود سمك بطانة الرحم. وهو اللي بيمنع التبويض فبالتالي مش هيمنع التبويض فهيحصل اجهاد. تمام كده? وهيحصل طمس. ده بالنسبة للبروجسترون. تمام كده? وده بالمناسبة سؤال علل وسؤال ماذا يحدث? يعني اعتبق خلاص نجاوبته هو. يبدأ افراز هرمون البروجسترون في اليوم? هرمون البروجسترون بيبدأ في اين هي يوم? هرمون البروجسترون بيبدأ افرازه في اليوم الاربعتاشر اللي هو عند الطبويض من بدء الطمس. يفرز هرمون البروجسترون لانه هو هرمون البروجسترون يفرز لما يتكون جسمه اصفر. قبل حدوث الحمل بيتفرز قبل حدوث الحمل منين من الجسم الاصفر? مهو الجسم الاصفر دوج بيبدأ يتكون من اليوم الاربعتاشر هو كمان. اقسى نمو الجسم الاصفر يكون في نهاية الشهر التالت. بعد كده على طول اه يقل افراز هرمون البروجسترون في المرأة الحامل عنده بيقل افرز هرمون البروجسترون في المرأة الحامل عنده ضمور الجسم الاصفر لأ 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 بيكون تكونت المشيمة تفكك المشيمة في نهاية الشهر التسع اه هي دي اللي هو خلاص اصلا بيكون الحمل انتهى يفرز او يفرز هرمون البروجسترون في الشهر الخامس من الحمل عن طريق هرمون البروجسترون بيتفرس في الشهر الخامس من الحمل عن طريق طواعن المشيمة التي تكونت في الشهر الرابع عندما يتوقف المبيدان عن إنتاج البيضات في فترة الحمل يكون بسبب زيادة البروجسترون الذي يمنع الطبويت بالمناسبة هو البروجسترون يمنع الطبويت ويزود سمك بطنط الرحم ويزود نشاط الغدد السدية لتكون اللبن إذا علمت أن الطمس عند أنسى الإنسان بالغة حدث يوم عشرين من شهر سبتمبر فإنه من المحتمل أن تتحرر البويضة من المبيد يوم طبعاً دي لو جينا نحسبها هنلاقيها تطلع تقريباً يوم 3 أكتوبر بس خلينا نتأكد إحنا دلوقت هو حصل في يوم عشرين من شهر إيه سبتمبر طيب والطبويت عشان يحصل بقولك تتحرر بويضة يحصل يوم كام؟ يوم بعد 14 يوم تمام كده؟ طيب شهر سبتمبر ده 31 يوم فيبقى احنا كده في 11 يوم في شهر سبتمبر تمام؟ وبعد كده 1 أكتوبر 2 أكتوبر 3 أكتوبر قادي كده لـ 14 يوم طيب لو جي قالك آآ يبقى احنا كده لقيت أكتوبر صح لو جي قالك إذا علمت أن الطمس عند أنسى حد لسنا مش عارف يوم مثلاً عشرين من الشهر دوك فإنها من المحتمل أن يحدث مرة أخرى إمتى؟ يعني إمتى يحصل طمس مرة تانية؟ ساعتها هنا هحسب تمانية وعشرين يوم تمام كده؟ فلما جي حسب لحد آخر شهر سبتمبر هيبقى 11 يوم تمام كده؟ يبقى ناقص كم يوم؟ 17 يوم يبقى يوم 17 أكتوبر تمام كده؟ طيب طيب بعد كده اختر من العمود به ما يناسب العمود ألف بكل بساطة أول حاجة هرمون هرمون اه ده اللي بيحفز المبيض علشان ينتج حويسلة جراف أو الانضاج مش ينتج ليه ينتج؟ او انضاج الاتنين هرمون الـ LH الـ LH اه ده اللي بيحفز تحرر A البيضة من حويسلة جراف وتبعاً وتكوين الجسم الـ A الأصفر يعني بس ميش موجود هرمون الاستروجين ده اللي بيعمل على إنماء بطانة الرحم يعني هو اللي بيبدأ بس يديها الشوية اللي ينموها أما هرمون البروجسترون ده بقى اللي بيزيد سمك البطانة تمام كده أمل اللي يعمل على ارتفاع الارتفاق العاني ده ده اللي هو الريلاكسين علل لما يأتي الانقسام الميوزي قد يصبك أويال التكاثر الجنسي إنه هو بيسألك على الاسبيرو جايرة بمعنى كده بالبلدي ليه؟ هقوله لأن الانقسام الميوزي قد يصبك التكاثر الجنسي في حالة الكائنات الأكثر وقهية زي الإنسان تمام كده لتكوين الأمشاك ولكن في تحلب الاسبيرو جايرة فإنها يحدث انقسام ميوزي بعد الإخصاب ماشي كده لكي تصبح اللاقحة الاتنين نون أو لكي تختزل اللاقحة الاتنين نون إلى خلية نون لتنمو إلى خلاية طحل بنون أو لتعيد نفس السبغيات في خلاية طحل بنون بعد كده بويضات السديات صغيرة وشحة الموح طبعاً لاعتماد الجنين على الغذاء أو على حصوله على الغذاء من الأم تتميز السديات عموماً بقلة إنتاجها من الصغار طبعاً ده لاعتماد الجنين على الأم أو على الأبوان في الرعاية المدة طويلة فعلى سبيل المثال يحتاج صغير الإنسان إلى سنوات لينمو عقله وتتميز هيئته عشان يجبر ويحس إيه ويكون ناضج ويقدر يتصرف بنفسه وجود الخصياتين خارج الجسم داخل كيس الصفن في معظم السديات بكل بساطة للحفاظ على درجة حرارة الخصياتين منخفضة من درجة الحرارة الجسم مما يناسب إيه تكوين الحيوانات المنوية تفرز غدة البروستاتا وغدة كوبة رسائل قلوب في كنات مجرى البول عشان يعمل على معادلة الوسط الحمدي في كنات مجرى البول فيصبح وسط مناسب لمرور الحيوانات المنوية وجود خلايا سلطولي والخلايا البينية في خصة الزكر لأن خلايا سلطولي تكون بتغذية الحيوانات المنوية في البويضة في الخصية ولها دون مناعي كما أن الخلايا البينية تكون بإفراز هرمون التستوسترون الذي يقوم بزهار الصفات الثانوية وكما الزكر طبعا وجود سنتوريولين بعنق الحيوان PEA ليه يكون هناك妳 لأنهم بيلعبوا دور مهم في انقسام البويضة المخصبة لما بتنقسم البويضة المخصبة السنتيريوليت하는 سوق بكافر دور بيعطي البوائضة تنقسم بعد كده وجود سنتريوليت stream غير حيوان المنوية اه ده قلناه خلاص يتكون اربع حيوانات منوية من انقسام كل خلية منوية اولية او عند تكوين الامشاك تعطي كل خلية منوية اولية اربع امشاك. هقول له بكل بساطة لانه اه في مرحلة النطج في مرحلة النطج اللي هي اول حاجة ديك. اه بتتكون الحيوانات المنوية ديك عن طريق اه الانقسام الميوزي الاول لخلية المنوية الاولية عشان تديني خليتين منويتين سنويتين. كل منهم نون. فيحصل بعد كده انقسام ميوزي تاني. فتبقى اربع طلاقع منوية. تتحول مباشرة لكل واحدة فيها لايه? لايه حيوان منوية في مرحلة التشكل النهائي. وذلك لان اه اه لان عملية الاخصاب تحتاج الى عدد كبير من الحيوانات المنوية. تمام كده? لتعويض الفاقد منها اثناء الرحلة. طبعا للمشيج المؤنس. طيب تمر عملية تكوين الحيوانات المنوية. فذكر الانسان بمرحلة التضاعف. ليه بتمر بمرحلة التضاعف? هلو لان في مرحلة التضاعف ده وقت تعطي كل خلية جرسمية عدد كبير من ايه? من امهات المنية. فينتج بقى على او في نهاية اه المرحلة ديك عدد كبير من الحيوانات المنوية. وذلك لتعويض الفاقد منهم اثناء الرحلة للمشيج الايه? الانسوي. اهمية وجود القطع الوسطى. ها في الحيوان المنوي. القطع الوسطى دي فيها ايه? القطع الوسطى ديك بكل بساطة فيها الميتوكونديري. فهي بتكسب الحيوان المنوي الطاقة اللازمة لحركته عشان يوصل للبوايضة لاخصابها. بعد كده احداشر. اه تتسبت اعضاء جهاز التنسولي للانسة او الانسوي للانسان داخل منطقة الحوض باربطة مرنة. طبعا عشان تسمح للاعضاء جهاز التنسولي الانسوي ده بتتمدد اثناء الحمل. هو هنا عايز اسألك هي ليه باربطة مرنة? هي ليه مرتبطة باربطة مرنة? عشان الرحم ده لما يتمدد اثناء الحمل وما يتقطعش. تمام كده الاربطة. نطج حوالي ربعمية بوايضة فقط اثناء حياة انسة الانسان. بكل بساطة هقول له لان فترة البلوء لان فترة الخصوبة بتاعت الانسة تقريبا بتكون حوالي تلاتين سنة. وبتنتج الانسة بقى خلال هذه الفترة طبعا بوايضة كل تمانية وعشرين يوم بالتبادل من احدى المبيضين. تمام كده? فبالتالي بيكون اتناشر بوايضة شهريا. تمام كده? اه الاتناشر بوايضة شهرين دول اضرب بقى اتناشر في تلاتين واشوف هطلعوا معايا بكا. خلينا نشوف دول كده. هيطلع تلتمية وستين كمان اللي بيطلعوا. يعني هما تقريبا ممكن نقول اتناشر في خمسة وتلاتين هي حوالي يعني يقول له ايه بالتقريب بالتقريب حوالي ربعمية. لان هي ساعات بيتمتد اكتر من تلاتين. بعد كده على طول عندنا تبدأ قناة فلوب بفتحة قمعية. اه قمعية اللي هو الامع يعني. كما تبطن باهداب. طبعا فيها الامع دوك لضمان اللي هو طبعا بيبقى مزود بيه اه زواجات اصبعية لضمان الالتقاط الايه البويضة او سقوط البيضة داخل قناة فلوب. كما انه يبطن بالاهداب لتحريك البويضة او توجيه البويضة ايه نحية الرحيل. بعد كده عندنا تتوقف دورة التنسي في انسى الانسان عند عمر خمسة واربعين سنة. ليه بتتوقف? طبعا بسبب توقف نشاط المبيضين. فتقل الهرمونات فتبدأ بطنط الراحم تنكمش. بعد كده اخنا مستاشر تكون جسم قطبي. تكون جسم قطبي في بداية مرحلة النطج اثناء مرحلة تكوين البويضة. ليه بيتكون الجسم القطبي? الجسم القطبي ده بيتكون عشان تتخلص عشان تتخلص يعني البويضة من نصف عدد مين? السبغيات. عشان تبقى نون يعني. تمام كده? بعد كده على طول آآ تكون الخلايا البيضية الثانوية او تكون الخلايا البيضية الثانوية اكبر في الحجم من الجسم القطبي. ليه البيضية الثانوية اكبر من الجسم القطبي? اقول له بكل بساطة لاحتواءها على الغذاء المضخر. تمام كده? طيب اما الجسم القطبي الجسم القطبي ما بيكونش فيه. تمام? طيب بعد كده انتاج البيضات في انسا الانسان محدود. ليه محدود? ها? لان آآ اللي بيتكون بويضة واحدة. اقول له لان في مرحلة النطج بيتكون بويضة واحدة. وتلات ايه اجسام قطبية. تمام كده? فبالتالي بيبقى العدد محدود. يعني هي واحدة بس. بعد كده تكوين ما يعرف بالجسم الاصفر في مبيض الانسا? بيتكون ازاي? هقول له بيتكون الجسم الاصفر دوك. هقول له لافراز هرمون البروجسترون اللي بيعمل على زيادة سمك بطانة الرحم. آآ وزيادة طبعا الامداد الدمه. وليه يعني بيملىها بالدم. بيملى البطانة دي بالدم. وتنظيم التغيرات اللي بتحصل في الغازة السدية اثناء الحامل. قلنا ان هو بيزيد حجمها عشان تنتج اللبن. وطبعا تنظيم التغيرات اللي بتحدث فين? آآ في بطانة الرحم. او خلينا نقول بمعنى تاني آآ زيادة سمك وبطانة الرحم والامداد الدموي. تاني حاجة قلناها اللي هي تنظيم التغيرات اللي بتحدث في الغازة دي اثناء الحامل. تالت حاجة بيمنع التبويض. تمام كده? عشان ايه? يعني بيوقف في الدورة الشهرية. يعمل الجسم الاصفر كغضة صماء مؤقتة. كغضة صماء مؤقتة. هقول له لانه آآ يتكون في مرحلة التبويض عندنا يوم الاربعتاشر. ويظل حتى آآ نهاية الشهر التالت. ثم يضمر وينكمش. تمام كده? في آآ في بداية الشهر الرابع. آآ عندما تكون المشيمة قد تكونت وايه? وقدرة على انتاج آآ آآ البروجسترون. تمام كده? كما انه ايه? يفرز افرازه في الدم وبشرة. نزول دم اثناء الدورة الشهرية للمرأة ما لم يحدث اخصاب للبايدة. بيقول لك ليه? بينزل دم اثناء الدورة الشهرية للمرأة ما لم يحدث ايه? ما لم يحدث اخصاب للبايدة. طبعا ده هقول له بسبب انه بيبدأ ايه? الدمور. الجسم الاصفل ده بيبدأ في الدمور. فبالتالي بيقل افراز البروجسترون. فده يؤدي الى تهدم بطانة الرحم. فبالتالي بتتمزك الشعرات الدموية بقى الموجودة بسبب انكبضات الرحم ديك. فيؤدي الى خروج الدم في ما يسمى بالطمس او الحيض. زي ما تحب بقول. يحدث الطمس في انس الانسان في دورات منتظمة. في الحالات العادية. يعني بيحصل بيقولك انه عايز ايه? في دورات منتظمة كل تمانية وعشرين يوم. يعني كده احيانا يقعد في في البعض التسعة وعشرين. تمام? احيانا يحصل بدري في اليوم السمعة وعشرين. ماشي? ولكن هو العزي يقولك ايه? لا. هو بيحصل بدورة منتظمة اللي هو تمانية وعشرين يوم. طبعا ده بقى بيحصل في كالعادة كده لانتظام الفص الامامي لغدة النخامية في افراص الهرمون الاف اس اتش وهرمون الالاتش. ليه? لان الاف اس اتش ده هو اللي بيحفز المبيض لانتاج حواصلة جراف. تمام كده? اللي هي بتنتج الاستروجين. والهرمون الالاتش ده اللي بيحفز تكوين بيسبب انفجار حواصلة جراف. ويكون طبعا انفجارها وتحرر البويضة ويكون الجسم الاصفر اللي هو بيتكون من بقايا حواصلة جراف. فلو ده حصل بفترات منتظمة يبقى ازا الطعم سيحصل فيه فترات منتظمة. بعد كده يجي قولك يتضخم قدار الرحم ويصبح غديا بمجرد اخصاب البويضة. طبعا بيحصل غديا بمجرد اخصاب البويضة. بكل بساطة لانه يتكون الجسم الاصفر او بسبب افراز الجسم الاصفر لهرمون البروجسترون الذي يؤدي الى زيادة الامداد الدموي الى 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 الرحم. وتنظيم الغدد الايه السادية. وطبعا يوقف ايه? يوقف التبويض فيمنع الدورة الشهرية. يؤدي تحلل الجسم الاصفر قبل شهر الرابع للحمل الى حدوث ايجاد. طبعا لان هنا المشيء ما دورها ما بيكونش اكتمل قبل الشهر الرابع. فبالتالي هيتوقف افراز آآ انزيم البروجسترون. فهيقل في الدم. فده يؤدي التهدم بطانة الرحم والشعارات الدموية. وكمان آآ مش هيمنع التبويض وايه? واحدوث الطمس. ما هو اللي بيمنعهم. طبعا ما قال هيحصل بقى. فيحصل ايه? طمس وايدي الاجهاض. بعد كده بيضمر الجسم الاصفر في الشهر الرابع من الحملة. ومع ذلك لها حدوث ايجاد. اقول له لان زيعتها بتبقى المشيء ما تكونت. وبتقدر تقوم بعملها في الرحم. فتحل محل الجسم الاصفر في افراز هرمون البروجسترون. اللي بيعمل على زياد صنق وبطانة الرحم. ومنع الطبويض وآآ اقاف الدورة الشهرية. آآ توقف الدورة الشهرية اثناء الحمل او عدم حدوث طبويض. اقول له طبعا بسبب آآ انه ان الجسم الاصفر يبقى الافراز هرمون البروجسترون حتى نهاية الشهر التالت بينما آآ تبدأ المشيء ما في الشهر الرابع بافراز هرمون البروجسترون والذي يمنع الطبويض وحدوث الطمس. للجهاز التناسلي بقى. الزكري في الانسان غدد ملحقة. اقول له حيث انه يوجد به حوصلة منوية. الحوصلة منوية دي تقوم بافراز سائل قلع ويغزي الحيوانات المنوية لانه بيحتوى على سكر فراكتوز. وغدة البروجسترون وغدة كوبر اللي بتقوم بافراز سائل قلع وبيعادل قناة مجر البول او بوسط الحامدي في قناة مجر البول. فيصبح ايه مناسب لمرور الحيوانات المنوية. قد يحدث اجهاد او قد تستمر الحامل بعد استقصار احد المبيضين من مرأة حامل. السؤال ده انا جاوبته فوق اثناء الاختار قلك. هقوله لانه عندما آآ يتم استقصال المبيضة الذي انتج البيضة فانك بذلك يتم استقصال ما فيه من جسم اصفر يقوم بافراز البروجسترون فبالتالي يقل افراز البروجسترون. تمام كده وبالتالي يؤدي ذلك الى تهتك الجدار الرحم فبالتالي يحدث ايه نزول الدم وهي طمس. اما لو كان المبيض اللي ما انتكشي البويضة مش هيحصل اي حاجة خالص ولا هيتضر وهيفضل الحامل كامل عادي. تمام كده ده مدام انه حصل قبل الشهر الايه الرابع. ما اهمية دور كل من? اول حاجة عندنا الوعاء الناقل. الوعاء الناقل ده يقوم بنقل الحيوانات المنوية من البربخ الى من الى طبعا من البربخ الى اللي هو القديم او القناة مجرى البول. غداتة كوبر وغداتة بروستاتا بيكون بفر раза القلوي اللي بيقوم بمعدلة الوسطة الحامدة في قناة مجرى البول. فيكون وسط مناسب لاخراج الحيوانات المنوية. اه الكديم في ال ask ده بيمر في قناة مجرى البول واللي بتقدر او اللي بتقدر قدرة على ان يمر فيها الحيوانات المنوية والبول. القطع الوسطة للحيوانات المنوية بيبقى فيها الميتوكنديريا اللي بتمدي الحيوان المنو وبالطاقة اللازمة للحركة. اه مثل الحيوان المنوي هذا الحيوان المنوي يساعد الحيوان المنوي على الحركة مبيض انسى الانسان مبيض انسى الانسان ينتج البويضات خلال سنوات الخصوبة ويفرز هرمونات البلوغ التي تنظمت دورة الطمس وتكوين الجنين وظهور الصفات السنوية على الانسى الزواد الاصبعية لقناة فالوب دي اللي هي بتعمل على التقاط البيضة تمام كده من المبيض اهداف قناة فالوب دي بتوجه البيضة الى الرحم هرمون الاف اس اتش ده بكل بساطة ليه حاجتين في الانسى بيعمل على انضاج او على نمو حواسلة جراف في مبيض الانسى او نمو الحواسلات وتحولها لحواسلة جراف اه ونمو البويضة وفي الزكر بيساعد على تكوين القناة المنوية والحيوانات المنوية في الخصية اما بالنسبة للهرمون ال ال اتش ده بقى بيقوم بيه في الانسى بيعمل على تحرير البويضة وانفجار حواسلة جراف وطبعا تكوين الجسم الاسفل من بقايا حواسلة جراف والكلام ده بيحصل فين في مرحلة التبويض اه اما بقى في الزكر ال 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 اتش ده هو المسؤول عن تكوين وافراز الخلايا البينية في الخصية بعد كده الفصل امام الغدة النخامية في تنظيم دورة التمس اقوله انه بيكون بافراز الهرمون ال اف اس اتش المحاوسل وال ال اتش المصفر واقوله نفس الكلام اللي انا قلته له عن اهميتهم طيب بعد كده على طول عندنا مكان ووظيفة كل من الخصية بتوجد بتتدلى خارج تجويف البطن فيه كيس يسمى كيس الصفن بكل بساطة بتعمل ايه بتنتج الحيوانات المنوية وتفرز هرمونات الزكورة اللي هي هرمون التستسترون وهرمون الاندروسترون اللي بيقوموا بعملية نمو غدة البرستاتا والحوصلاتين المنوياتين وظهور صفات الايه الجنسية السنوية الذكرية عند البلوغ البربخ دوك بيكون اه خارج الخصية وبيصب في الوعاء الناقل وده بيتم فيه تخزين الحيوانات المنوية الحوصلاتين المنوياتين ديك بكل بساطة ديك بتبقى موجودة اعلى اعلى اه اعلى غدة البرستاتا او اقوله انها بتفتح بتفتح فيه الوعاء الناقل ودي وظيفتها انها بتفرز سائل وبيحتوى على سكر فراكتوز اللي بيقوم بتخزية الحيوانات المنوية اه خارج الخصية خلاسر تولي دي توجد داخل الانيببات المنوية في الخصية طيب كده او اقول انها في الخصية بس خلاسر تولي لازم اقوله انها في الانيببات المنوية في الخصية ومهمة على فكرة وبتيج كتير ديك بكل بساطة اقوله لها دور مناعي اه بتقوم بتغزية الحيوانات المنوية داخل الخصية بعد كده الخلايا البينية لزكرا الانسان دي اللي هي بتنتج او موجودة بين الانيببات المنوية في الخصية وكمان بالمناسبة اه بتفرز هرمون التوسترون والاندروسترون اللي هم مسؤولين عن ازهور صفات الزكريه السنوية ونمو البروستاتا والحوصلتين المنوية تان بعد كده الجسم القمي ده اللي بيكون فيه مقدمة رأس الحيوان المنوي واللي بيقوم بافراز هرمون الهيالويورينيز اللي بيقوم بي اه 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 ازابة جزء من غلاف البعيدة عشان يحدث الاخصاب الراحم في انس الانسان طبعا الراحم في انس الانسان ده بيقوم موجود اه بين عظام الحوض عن طريق ايه وبيرتبط بيه اربطة مرنة اه وبيتكون فيه الجنين لمدة تسعة ايه تسعة شهور لانه بيغفر مكان اه لحماية الجنين اما بعد كده تمانية حويصلت جراف حويصلت جراف دي بتتكون وبتوجد داخل المبيض وديك بتقوم بافراز هرمون ال FSH وبتحمل بداخلها البويضة واللي بيخرجها هو هرمون ال LH تمام كده وكمان بقاياها بتكون الجسم الاصفر يعني حويصلت جراف تشترك في الاستروجين والبروجسترون ازاي؟ لان حويصلت جراف او تعريبا بتشترك في كل حاجة حويصلت جراف اول حاجة اول حاجة جوها البويضة ال LH يوصل لها يخليها طبعا وهي جوها البويضة بتبدأ تفرز استروجين لما يجي لها ال LH عند اليوم الاربعتاشر وتخرج البويضة تبدأ البقايا بتاعتها تكون الجسم الاصفر اللي يفرز هرمون البروجسترون الجسم الاصفر خلاص ده موجود في المبيض وييفرز هرمون البروجسترون اللي بيعمل عزيات صن كابتنت الرحم ويمنع الايه التبويض وبالتالي اعقاف الدورة الشهرية واحداث التغيرات في الغدد السدية اثناء الحمل طيب ماذا يحدث في الحالات التالية؟ بقاء الخصيتان داخل تجويف البطن طبعا لو فضلت داخل تجويف البطن وما خرجتش هتوقف انتاج الحيوانات المنوية مما يتسبب ايه في العكم ارتداء الرجال ملابس ضيقة او مصنوعة من الالياف الصناعية لو الملابس اللي هي تبقى مصنوعة من الالياف الصناعية او الملابس الضيقة بتؤدي الى زيادة او ارتفاع درجة حرارة القصيتين وبالتالي يؤثر على تكوين الحيوانات المنوية وبالتالي قد يؤدي الى حدوث عقم افراز الحوصلاتين المنواتين لسكر الجلوكوز بدلا من سكر الفاركتوز لن يتم تخزية الحيوانات وبالتالي موتها لان سكر الجلوكوز داوك بيتطلب وجود هرمون الانسولين عشان يدخل داخل الحيوانات المنوية من خلال الاخشياء بتاعتها يعني هرمون الانسولين دا لازم يكون موجود وده مش موجود اصلا في الحتة ديك لكن سكر الفاركتوز بيقدر يمر عادي جدا دون الحاجة الى وجود هرمون الانسولين ولذلك انا جيت قلتلك ان هرمون الانسولين في حتة الهرمونات في الباب التاني يتحكم في مرور جميع السكريات الاحادية عدى سكر الفاركتوز تمام كده طيب نيجل بعد كده يقول لك استقصال غدة البروستاتا لرجل بعملية جراحية يؤدي ذلك الى اهلاك الحيوانات المنوية لغياب السائل القلوي اللي بتفرز غدة البروستاتا يعني بمعنى تاني كده هيؤدي الى حدوث عكم لان الحيوانات المنوية اثناء خروجها هتموت لان الوسط حامدة وهي بتحتاج وسط متعادل غياب خلايا سرتولي من الانيببات المنوية بالخصية لو غابت خلايا سرتولي طبعا هتموت الحيوانات المنوية لان هي اللي بتفرز سائل بيعمل على تغذية الحيوانات المنوية داخل الخصية وكمان لها وظيفة مناعية فمش هتحصل ليك بعد كده عندنا غياب الجسم القيم من الحيوانات المنوية يؤدي ذلك الى عدم افراز هرمون او انزيم مش هرمون انزيم اللي هي الايرونيز اه الذي يكون بي ازابة جزء من غلاف البويضة وبالتالي الان يحدث ايه الاخصاب ازالة السنتريولان الموجودان في عنق الرحم يؤدي ذلك الى تأثر انقسام البويضة المخصبة في بداية ايه قناة فالوب لان السنتريولان لهم دور مهم في انقسام البويضة المخصبة غياب الكطع الوسطى من الحيوان المنوي يؤدي ذلك الى تأثر حركة الحيوان المنوي تمام كده اه فقد لا يستطيع ان يصل الى المشيج المؤنس او الى البويضة الاخصابها تمام كده لان الطاقة بتاعتها تقل عشان المتكون ديرية اختفاء الزواد الاسباعية من قناة فالوب يؤدي ذلك الى عدم انتقاط البويضة المتحررة من المبيض وبالتالي عدم دخولها لقناة فالوب فبالتالي مش يحصل اخصاب على الحدوث لانقسام الميوز التانى في مرحلة النطج لتكوين البويضة لو ما حصلش بكل بساطة مش هتتكون البويضة وبالتالي مش هيحصل اخصاب تمام كده بس وطبعا الخلية دي بقى بتموت طبعا في خلال من يوم ليومين تمام كده طيب بعد كده افرص كمية غير كافية من الهرمونين ال FSH وال LH عند امرأة متزوجة طيب هنا بيقولك اه اتفرص كميات بس غير كافية من هرمونين ال FSH وال LH من امرأة متزوجة طبعا هقولك بكل بساطة مش هتحصل الدورة الشهرية وبالتالي لو ما حصلش يبقى مش هيحصل حمل لان مش هتندق حواصلة جراف لان الكمية غير كافية وبالتالي طبعا بسبب نقص ايه ال FSH واصلا البويضة كمان لو تكونت اصلا مش هتنطلق لان ال LH مش موجود فبالتالي برضو مش هتكون الجسم الايه الاصفر تمام كده فبالتالي كمان ولا هيبقى في استروجين ولا هيبقى في بروجسترون بروجسترون لان الاستروجين بتفرزو حواصلة جراف والبروجسترون بتفرزو الجسم الاصفر اذا لم تخص بالبويضة عند المرأة لو ما تخصبيتش البويضة عند المرأة بكل بساطة او لا في سؤال قبلو عدم افرص هرمون ال LH في اليوم الرابع لو ما تفرس في اليوم الرابع من الشيء هيؤدي ذلك الى تحرر البويضة من حواصلة جراف وبالتالي لانه يتكون الجسم الاصفر من بقايا حواصلة جراف اذا لم تخصب بقى البويضة عند المرأة لو ما تخصبتش البويضة عند المرأة بتموت فى خلال من يوم ليومين وبيبدأ بقى ساعتها كمان الجسم الاصفر بالضمور التدريجة ويقل لإفراز هرمون البروجسترون. تمام كيف ده يؤدي الى تهتك او تهدم بطانة الرحم. ولذلك هو احسن فترة للاخصاب هو اليوم الاربعتاشر وهو في يوم تحرر البويضة. تمام كده اليوم الاربعتاشر او اليوم الخمستاشر. ليه لان البويضة بتموت في خلال من يوم ليومين. تمام كده? طيب. بعد كده تناول امرأة حامل لأكراس منع الحمل. في بداية الحمل. طبعا بكل بساطة هيزيد نسبة آآ هرمون الاستروجين والبروجسترون في الجسم مش هيحصل اي تغيير. لان هي كده كده حامل وكده كده اصلا الاستروجين والبروجسترون بيبقوا عاليين. آآ فبالمناسبة للي ما نعرفش هي اكراس منع الحمل ما هي الا هرمونات صناعية للهرمونات اللي بتكون موجودة. طيب دمور الجسم الاصفر في الشهر التاني من الحمل. لو حصل دمور للجسم الاصفر في الشهر التاني من الحمل. بكل بساطة هيؤدي ذلك الى حدوث اجهاد. ليه? لان مش هتكون اكتملت المشيمة. استقصال المبيضين من امرأة حامل في شهرها الاول? طبعا السؤال ده جاوبته كان في فصر برضو. ان لو احنا استقصالنا هنا هنستقصال المبيضين. تمام كده? فبالتالي قلتلك عند استقصال بقى المبيضين. يبقى انا كده بستقصال المبيض اللي انتج البويضة اللي هو في الجسم الاصفر. فبالتالي اه هيتم ان هيقل افراز البروجسترون وبالتالي هتهدى من بطنت الرحم وبالتالي يبدأ ان اه ينتهي اه المبيض ويحتس ايه? القصد الرحم ويحصل اجهاد. اخر سؤال عندنا هو قارن بينه. قارن بينه المح والاندوسبرن. المح دواك هو الغذاء اللي بيقى موجود فيه بويضات اه الكائنات. تمام كده? ده في البويضات واهميته ايه? هو بيمثل غذاء مدخر للبويضة. بيعتمد عليه الجنين اسناء تكوين. وده بيبقى وليل في الكائنات اللي هي زي الانسان اللي هي الكائنات اللي بتحمل ابنها بداخلها. لكن في الطيور بيبقى عالي جدا لان هي بتبقى بيضة. اما الاندوسبرم ده بيحيط بيه بيحيط بالجنين في النبات. النباتات الزهرية. ووظيفته انه بيغزي النبات في مراحله الاولى. طيب الجهاز التناسولي الزكري والجهاز الانسوي من حيث الوظيفة. الزكري انتاج لحيوانات المنوية. وكمان انتاج هرمونات الزكورة اللي بتسبب فيه ظهور الصفات اه الزكريه الثانوية. تمام كده? اما بالنسبة ليه التناسلي. فهو اول وظيفة لانتاج البويضات. انتاج الهرمونات الثانوية القصد الانسوية. اللي هي بتظهر بقى الصفات الثانوية الجنسية. وبيهيط مكان امن لعملية الاخصاب بتاعت البويضة. وكمان اه يواء الجنين حتى الولادة. المبيض والخصية في الانسان. المبيض والخصية. بكل بساطة اه الخصية عندي بتبقى عبارة عن اه نوعين من الخلايا او فيها بيبقى نوع من الخلايا الخلايا البينية وخلايا سرتولي دول داخل الانيبيبات. وطبعا دول الخلايا اللي موجودة عندنا. تمام كده? طيب ايه بقى اهمية الخصية? الخصية دي طبعا وبتكون خارج الجسم. بتتدلل خارج الجسم في كيس الصفن. اهمية الخصية انتاج الحيوانات المنوية وانتاج هرمون اللي بيعمل على ظهور الاستفات الزكارية. اما بقى بالنسبة للمبيض. فالمبيض دوج بيبقى على جانب تجويف الحوض بيوجد وبيبقى في حجم اللوزة المكشورة. وبيبقى في حوالي اه يعني الاف من البيضات بيطلع منها حوالي ربعمية بس. وخلال فترة التلاتين سنة دول ووظفته او اهميته انتاج البيضات والهرمونات اللي هي بتاعة البلوغ. بعد كده انزيم الكلونيستريز وانزيم الهيالو يورينيز. انزيم الكلونيستريز ده لو تفتكر ده بيوجد فيه. يوجد ده في اول حاجة غلص في الدعامة. بيوجد فيه نطاق الاتصال للعصب العضلي. وده اللي بيعمل على تحطيم الاسطايل كولين وتحويله الى كولين وحمض خليك وبالتالي يقوم باعادة العضلة الى الراحة. اما انزيم الهيالو يورينيز ده اللي بيفرزه الجسم القمي للحيوان المنوي. واللي بيعمل على زابة جزء من غلاف البويضة. مما يسهل عملية اختراق الحيوان المنوي للبويضة. بعد كده الخلال الجرسومية الامية في المبيض والخلال الجرسومية الامية في الخصية. في في الحالتين بتنقسم انقسام ميتوزي. تمام كده. آآ بس في المبيض بيبقى انقسامها آآ عدة مرات عشان تكون امهات بيض اتنين نون. آآ ودوك طبعا بيحدس اهم حاجة هي الجملة دي اهم حاجة ان هو بيحدث اثناء التكوين الجنيني للانسة. يعني اثناء اما الانسة بتبقى بتتكون في بطن الام بتبدأ تحصل العملية دي وتتخزن امهات البيض. اما بالنسبة للزكر فبردو نفس الكلام بس بتنتج امهات المنية اتنين نون. ودوك بيحدث في مرحلة بلوغ ايه الزكر. مرحلة التضاعف ومرحلة النطج في الحيوان المنوي. مرحلة التضاعف دي بكل بساطة اسمها ده ايه التضاعف وانه انقسام اللي يعمل تضاعف الميتوزي. طب يعمل تضاعف لمين? آآ يعمل تضاعف ليه ان الخلال الجرسومية الامية دي تنقسم عدة مرات فتدي عدد كبير من امهات المنية. اتنين نون. اما بالنسبة ليه مرحلة آآ المضج. فدي بكل بساطة بقى بيحصل فيها الانقسام الميوزي الاول عشان يكون طبعا للخلايا المنوية الاولية. عشان تكون خلايا منوية ثانوية. ثم يحدث الانقسام الميتوزي التاني. طبعا الميتوزي التاني ده ده شبه الميتوزي بالزبط. لمعلوماتك الميتوزي التاني هو 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 الايه آآ اصد الميوزي التاني هو هو الميتوزي. طبعا يحصل بقى الميوزي التاني دوك للخلايا الثانوية اللي هي المنوية السنوية عشان يديني طلاقع منوية. بعد كده على طول عندنا مرحلة النمو ومرحلة التشكل في الحيوان المنوي. طبعا مرحلة النمو دي بقى بتختزن فيها امهات المنية قادرة من الغذاء وتكبر في الحجم وتبقى منوية اولية اتنين نون. اما التشكل النهائي هي مرحلة تحول الطلاقع المنوية اللي هي النون الى حيوانات منوية نون. بعد كده عندنا الجسم القمي والجسم القطبي. الجسم القمي ده موجودين? الجسم القمي ده بيومجود اولنا في رأس الحيوان المنوي. مقدمة رأس الحيوان المنوي بيفرز انزيم الهالو يورينيز الذي يكون بازابة غلاف البويضة لحدوث الاخصاب او له حدوث اختراق الحيوان المنوي اليوم بالتالي حدوث اقصاب. اما الجسم القطبي دوق بيوجد في الجهاز التنسول الانسوي وينتج اه في مرحلة النطج عنده الانقسام الميوزي الاول والثاني. وكل وظيفة تخليص البويضة من نصف عدد الصبغيات. عشان تبقى نون. بعد كده حويصلة جراف والحوصلة المنوية. حويصلة جراف دي موجودة فين? بتبقى موجودة في مبيض الانسة. طب وظيفتها ايه? انتاج هرمون الاستروجين. اما بالنسبة لي الحوصلة المنوية. فالحوصلة المنوية دي بكل بساطة بتبقى موجودة قلنا. اه بتفتح على الوعاء الناقل وبتبقى موجودة اعلى البروستاتا. وهي كل وظيفتها ان هي تفرز القلو ويحتوى على سكر الفاركتوز لتقوم بتغزية الحيوانات المنوية. خارج الخاصية. بعد كده قناة الالكتران عشان ده احنا انسيناه قناة الالكتران وقناة فالوب. قناة الالكتران ديك تتكون من اه بروز او نتوءات تخرج من اه خليتين متقابلتين في تحلب الاسبيرو جايرة. وعند تقابلهم تتكون قناة الالكتران وينتقل منها محتوى احدى الخليتين الى الاخرى ليحدث تكاثر جنسي بالالكتران اه السلمي. اما قناة فالوب فديق اه توجد في الجهاز التناسل للانسة. وبتبقى بتبدأ بي اه قمع به زوائد اسباعية ليقوم بالتقاط البويضة من المبيض وادخلها لقناة فالوب. مراحل تكوين الحيوان المنوي وتكوين البويضة. مراحل تكوين الحيوان المنوي اربعة. التضاعف اللي بيحصل فيها انقسام ميتوزلية. الخلايا الجرسمية الامية وتديني امهات مانية. اتنين نون. مرحلة النموة ان امهات المانية تختزن قدر من الغزاء تديني منوية اولية اتنين نون. النوت يحصل انقسام ميوزي اول. فهي للمنوية الاولية دي فتديني خلايا منوية سنوية نون. وخلايا آآ هي اه خلايا سنوية بس. اما بقى انقسام ميوزي تاني عشان يديني طلائع منوية. في مرحلة التشكل النهائي تديني طلائع منوية وهي حيوانات منوية. اما بالنسبة لي الانسة فكل اللي بيحصل فيها تلات مراحل. التضاعف نفس الموضوع بس هتديني امهات البيض اتنين نون. مرحلة النموة نفس الكلام بس امهات البيض اللي اتنين نون البيضية الاولية هي ديني واحدة خلايا بيضية سنوية وجسم كطبي. ثم بعد كده يحصل انقسام ميوزي تاني وده بيحصل بعد دخول الحيوان المنوي او لحظة دخول الحيوان المنوي. فده بيبقى انقسام مؤجل. وبيديني بوايضة نون وجسم كطبي نون. مرحلة التضاعف انه ما هو في الانسة خلاص قلناهم هرمون الاستروجين لا قلناهم كتير الهورزين والبروجسترون. هرمون ال LH وال FSH برضو قلناهم كتير قوي. ال FSH والبروجسترون من حيث ما كان الافراز والوظيفة قلناهم برضو اكتر من مرة خلاص ما لهمش اي حاجة. وبس ممكن ما كان الافراز من ال FSH ده غدر نخامية لكن البروجسترون من الجسم الاصفر. بس والوظيفة قررناها اكتر من اه يعني ميت مرة واحنا عاديين. كده نكون خلصنا الدرس التالت اهو الدرس الرابع. خلاص كده نقص اخر درس صغير جدا. في التقاصل ويبقى كده نقص لنا الدرسين بس في الدين ايه ونبقى خلصنا كتاب الامتحان. ده وانت استفدت ما تنساش تعمل لايك وشير وصير ايه? وصبسكرايب ويه اه تقول لصحابك ويه لو في اي سؤال عندك ما تنساش تسأل تحت الفيديو او تنضم الجروب الواطس تحت الفيديو او اه على الفيس واسأل على ما انت عايزه واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.